بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء ويعلمنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإحنا مخصصين يوم الاثنين عشان يكون هذا اللقاء رحم علينا وعلى أولادنا وإحنا بنبني مستقبالنا مع أولادنا ولازم لما نبتدي الحلقة النهاردة نقول لكل أولادنا اللي بدأوا امتحانات السنوية العامة أن احنا بندعي لهم بالتوفيق والعون والسداد والفتح والبركة والمدد من عند الله سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 يمكن بتخلي كتير من الناس في قلق شديد أن احنا في ناس في الامتحانات لكن في ناس كمان خلصت امتحانات وأخذوا الأجازة وبتبقى الشكوى الأساسية للمربين سواء المربين دولة بنتكلم عليهم الأهل كلهم أو حتى اللي بيساعد الأهل في مسألة التربية في بعض الأحيين كلهم مشكلتهم الأساسية حاجة واحدة عينا قاعدين 24 ساعة على التليفون بيأكلوا وهم مسكين التليفون قاعدين معنا وهم مسكين التليفون بيخرجوا سوا مسكين التليفون قاعدين على البحر مسكين التليفون كل حاجة مسكين التليفون بس هل ده خاص بأولادنا احنا بس؟ لا احنا كمان بيحصل لنا كده احنا كمان في ظاهرة عجيبة لابد ان احنا نعرف وكأننا بنؤهل لظاهرة ممكن تكون الظاهرة الأسوأ وهي محاكاة الروبوت الظاهرة هي إدمان إدمان التليفون إدمان وسائل التواصل بس في ظاهرة تانية ابتدى يرصدوها علماء النفس ويرصدوها كل المتخصصين في دراسة الأثار على نفس الإنسان من الظاهر الاجتماعي الظاهرة بتقول ان احنا عندنا ظاهرة اسمها رهاب فقدان الهاتف المحمول اللي هو نوموفوبيا اللي هو نومبايل فوبيا فوبيا فقدان التليفون وفقدان وسائل التواصل للإنترنت واللي تكلموا عليها كمان في ظاهرة الفهم اللي هي فير وفميسيك وفميسينج أوت كمان نتكلموا عليها وهي خوف الفوات إننا بقى كنا زمان بنتكلم على خوف الفوات خوف الفوات الفرص في المستقبل بقى خوف الفوات عندنا خايفين يفوتنا حاجة من المعروضة على السوشيال ميديا أيوة النهاردة جايين نتكلم على ما يمكن أن نسميه الندهة أو العالم المسحور بنتكلم على الحياة الموازية الحياة الافتراضية اللي بيعيشها أولادنا واللي إحنا طول الوقت إذا كنا عايزين ننسب أولادنا هم عايشين معنا ولا عايشين مع غيرنا في العالم الافتراضي فهم عايشين في العالم الافتراضي ولأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة نقدر بيها نعيش في ظل قوله تعالى بل إنسانه على نفسه بصيرا علمنا حضرة النبي كلكم راعٍ وهو مسؤولنا عن رعياتي فتعلمنا أن جزء من فهمنا لبصرتنا على أنفسنا إن إحنا نكون رعا حققين وعشان كده عايزين نتكلم ونقف وقفة حقيقية مع أنفسنا قبل ما نتآكل قبل ما ييجي علينا عصر الروبوت ونبص نلاقي نفسنا مش موجودين آه صعيحة نسيت أقول لكم إحنا كمان الوقت اللي جاي وقت كمان شويتين صعب الناس اللي بيشتغلوا على الميتافيرس واللي بيشتغلوا على تطوير كل ما يتعلق بالروبوت بيقولوا إحنا خايفين يا جماعة الخير على إن الإنسان يتلاشى وكأنه فبنقول لهم مش أنتوا اللي عملتوا دا أو بيقولوا إحنا إحنا اللي عملنا دا بس إحنا بنقول لكم إن احتمال كبير إن دا يقضي على الإنسان وكأنه بيقولوا إحنا ما بنعرفش نوقفها إحنا شغلنا القنبيلة الإنسانية ومش عارفين نوقفها فإحنا جايين نتكلم النهاردة عشان نحاول نوقفها أسوأ حاجة بتحصل لنا من سوء استخدامنا للسوشيال ميديا والعوالم الافترية هي إننا نبالغ في الاستهلاك نتحول إلى مستهلكين أي كل حاجة واللي مش بيصدقني المسألة بسيطة يشوف أولاده بالليل بيطلبوا إيه؟ أكل بعد موقت الأكل الطبيعي يحصل الناس بتطلب أكل دي الساعة واحدة والساعة اثنين والساعة ثلاثة الفجر بعد ما يكون كل الوقت خلص قاعدين نستهلك 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 الاستهلاك بدأ مش بس يأكل الموارد بدأ يأكلنا إنسانيا لكن استهلاكنا لزواتنا بهذه الطريقة هو دات الأخطر في الحكاية وعشان كده من أهم مظاهر الاستهلاك والاستسهال وجود التليفون في إيدينا طول الوقت يقول لك تخيل بيقول لك إيه؟ يقول لك إن أهم 13 دقايق ممكن تبص فيهم على السوشيال ميديا الثلاث ساعات اللي قبل النوم آه أنا عندي مشكلة إن الثلاث ساعات بيساوي في حياتنا عشر دقايق لأنها بتمر عليك أنها عشر دقايق لأنها مستسهل لغاية ما أصبحنا مدمنين بسبب استسهالنا لمسك الموبايل اللي بيوصلنا للسوشيال ميديا فبقى مثلا مثلا بقى سهل عندنا إن إحنا نستخدم السوشيال ميديا عشان التليفون عشان نحصل فلوس حتى على حساب القيم فممكن أي حد يقدم أي محتوى حتى لو تافى عشان يحصل عدد مشاهدات أو الاستسهال في المعرفة لدرجة إن كتير مننا بقى يصدق أي معلومة يلاقيها وينشرها ويستصعب جدا إنه يدور على مدى صحته وحدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كفى بالمرء كذبا إن يحدث بكل ما سمع والكذبتة كبيرة وكمان من الاستسهال في العلاقات فبقى الناس بقى بتعمل علاقات على السوشيال ميديا حتى لو كانت العلاقات دي بتمثل خطر على البيوت حتى لو كانت العلاقات دي بتهدد أصلا أمننا أقصد بدلك أمننا المجتمعي وبقى عندنا احتياج سريع جدا جدا لإنشاء علاقات وبقت العلاقات كأنها بقت علاقات مجنونة مش بس علاقات مسمومة وبدل ما نطور حياتنا ونهزب نفسنا ونتعلم أكتر ونسون نفسنا ونسون علاقاتنا عشان بالعلاقات الحقيقية استبنلناها فبقى عندنا فرط الاستسهال فبنستبدل حياتنا الحقيقية بكل حاجة افتراضية فتواصلنا مع أحبابنا بأفتراضي أي دعم بحاول أقدمه لأي حد بأفتراضي آه وسائل التواصل قدمت لنا أدوات لتيسير الحياة بس أنا عايز أقولكم حاجة هي توحشة اجتماعية توحشة اجتماعية توحشة اجتماعية لدرجة أنها أكلت المجتمع بس لما تقوم الحياة الافتراضية مقام الحياة الحقيقية لازم نوقف أمام هذا التوحش ولذلك فيه ظاهرة أنا بسميها ظاهرة مجمع جدا جدا انتوا عارفين ان كان فيه ظاهرة عندنا اسمها ظاهرة أطفال الشوارع وتلمد والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا حسننا المسألة جدا لكن احنا رصدنا كمان ظاهرة اسمها ظاهرة اسمها أطفال الفيسبوك او أطفال السوشيال ميديا الظاهرة دي أخطر من أطفال الشوارع والظاهرة دي لو تمت فهتكون معناها ان الناس فرطوا في الأمانة اللي وصاهم بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده الرجل بقى راعي فهيوقف أمام الله سبحانه وتعالى وهو مسؤول عن رعياتي ولا المرأة بقت رعية في بيتي زوجيها وهي مسؤولة عن رعياتي لاننا مش بنتكلم على الأطفال بمعنى مرحلة الطفولة بس لكن بنتكلم عن كل الأعمار فبقت السوشيال ميديا بتحل محل البيوت في غفلة عن أهلها فبقت البيوت أوحش من الشوارع هو قاعد في الغرفة جوه بس المكان اللي هو قاعد فيه ده أسوأ مليون مرة من الشارع لأن المخاطر اللي هو بيتعرض لها هو قاعد على السوشيال ميديا أشد دراوة وأشد قبحا من المشكلات اللي بيتعرض لها لو هو في الشارع من أهم مظاهر وسمات أطفال السوشيال ميديا أول حاجة استبدال الفضاء الإلكتروني بخارج البيت كان زمان الأولاد بيخرجوا برا البيت دلوقتي خلاص استبدلنا برا البيت والشارع استبدلناه في البيت فبقى الإنسان مش مش موجود إنسانيا في البيت ولو كان بين أسرته طب وده يعمل إيه يعمل حاجة غريبة أوي يعمل اضطراب في الشخصية هو أنا موجود في وسط أهلي ولا مش موجود فبقيت الحاجات اللي كنا ممكن لما فكر في فكرة وتضيقني ممكن أميل على أخويا أو أميل على أختي أو حتى ممكن أروح لأبويا وأمي أكلمهم ما بقيتش موجودة ومعيني أنا حاسس إن أنا وسطه حاجة بقى تسبب اضطراب نفسي شديد كمان تاني سمة التسول أنا بسميها التسول الألكتروني اللي هو التسول إيه التسول للإعجاب والتواصل وكمان مش بس التسول بيصل بينا الحال إلى الإحساس بأن هذه الإعجابات أو هذه أو التواصل ده هو اللي بيعطيني معنى لحياتي أو بيعطيني معنى لهويتي وخد كمان ظاهرة اسمها الشيخوخة الإنسانية مبكرة وده بيظهر في تحويل كل الأعمال اللي بتنمي العلاقات إلى منتجات ألكترونية هشة إنسانية الصفة الرابعة الكآبة والتوجع المستمر وإدمان الشكلية لأن النوع ده من الأطفال بيصرخ أطفال السوشيال ميديا اللي هو مش الأطفال بس دايما يصرخ عشان يعلن عن حكته للرضاع من لبن التواصل الافتراضي الممزوج بالإعجابات فيفضل بقى يعلن أنه في ألم وفي أسى وفي حزن عشان الناس تحن عليه فيدمن الوحدة والوحشة للأسف فيصبح مدمن للوحدة والوحشة شوف بقى كمان سمة من أسوأ السمات اللي ممكن تشوفها أنا بسميها رعونة إفشاء الأسرار وتبريل الفضح وتبريل الفضيح من خلال اللعبة الدائم على نغمة الإثارة للتحفيز للمشاركة حتى وإن كانت المشاركة دي في حفلة لعبة بأعراض الناس أو أروحهم أو قيم المجتمع كل ده بيخلي الإنسان مسطح علاقاته سطحية معرفته سطحية حسس بالفراغ من جواه فبقى الإنسان هش لأن الإنسان على العوالم الافتراضية اتعلم الهروب وأدمانه لذلك أبحاث كتيرة بدأت تلاحظ وجود علاقة بين الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتراجع الإنساني في المجتمعات والمجتمعات الافتراضية وبين كتير من الاضطرابات النفسية اللي بتحصل والقلق والاكتئاب ولذلك عندنا مجموعة من التحديات الكتيرة في تعاملنا وتعامل أولاد مع وسائل التواصل الاجتماعي ووجودهم في الحياة الافتراضية محتاجين نتكلم عنها في حلقات كتيرة وإحنا مصررين أن نستمر في الكلام عنها هقول شوية إجراءات ونأكد عليها بعد كده كمان أو الإجراء محتاجين يكون عندنا عادات أسرية خاصة نحافظ بها على حضورنا وجودنا مع بعض زي أن احنا نجتمع على وجبة سوى كل يوم أو نصلي ركعتين مع بعض كل يوم أو نصلي صلاة من الصلاة الخامسة كل يوم وبنحط تليفوناتنا كلها بعيدة عن مكان وجودنا ومن العادات اللي محتاجين كمان نتعود عليها وأولادنا كمان ما حدش يقول لي ده مش ممكن المدمن لازم ياخد قرار أنه يخرج من إدمانه ما فيش حاسة مش هنقدر استعن بالله ولا تعجز على كذا قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبدالله بن عباس استعن بالله استعينوا بالله وأولادنا كمان لما يكون حد من أحبابنا محتاج للدعم نتواجد معهم كمان نتواجد معهم بحق وحقيقي نتواجد معهم تواجد حقيقي وما نكتفيش بالرسائل من خلال السوشيال ميدي آخر الإجراء محتاجين نرجع تاني للزيارات العائلية ونحاول ما نكونش مشغولين بالتليفون على قد ما نقدر حتى الثلاثة إجراءات دولة إجراءات بس فتح كلام وعنا نتكلم كتير قوي قوي عن ده لأن في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم زهرة الدنيا واضح أن زهرة الدنيا دي تفتحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه اللي حاصل فتنفسوها فتهلككم كما أهلكت الذين كانوا من قبلكم يا رب إحنا مش عملي كده إحنا في أمانك وفي رعيتك وفي حمايتك يا رب ارحمنا وجعلنا قادرين على إن إحنا نحكم أنفسنا ومنضعش وسط كل هذه المتاهة اللي إن شاء الله نورك ومددك عيكون معنا يا رب العالمين نعم نعم يا سادة يا سادة إحنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج والتي تعسروا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل معنا جسر منور نتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونفضل معها بخير وبركة ونور في مجلس العلم معنا السيدة معبده سلام أهلا وسهلا يا حاج أستاذ أقول لحظتك أنا أتصر يعني تتكلم مع خضرتك فدلوقتي أنا عجوزي يعني أنا مش هقول لك بقى أنا هو إسكي أنا راح أستجيل له عشان أولادي معاو كده فأنا بقول لحظتك إن أنا تكلمت اللي تكلمت مرة لقيته بيكلم تت اللي بيحل المشكلة يعني والمشكلة هو ليه أب المفروض بالأب هو اللي يتحمل مسئولية ابنه أو مشكلة ابنه بس أنا دلوقتي بتكلم في حاجة إن أنا دلوقتي قلت له ما تتكلمش السيدة دي السيدة دي مش كويسة أكلمها مرة واثنين ماشي وثالث مرة قال لي خلاص أنا مش هتكلم وحط الرقم على حضر ومش هتكلم فجيت أجبت إن الرقم تغير أنا أنا وفي كده وساعة مالا اللي رديت عليها قلت لها والله والله لو الزبت إنها رنيت عليها تاني هبقى طلق منه راح رادد رادد علي قال لي والله العظيم خلاص المشوار على كده رفت مسكله المتحف فلو المتحف ده لو رنيت عليها تاني أنا هبقى طلق قال لي خلاص والله خلاص المشوار وانتهى أثبت تاني إنه هو كالزماء أنا عايز أعرف أنا زنبي أنا مضايق أن أنا حلفت عن المتحف في الموضوع القرر أنا هلأ أنا أشير زنبي ولا أدني بص يا معبد بص يا معبد أنا أقولك حكتين تلاتة أنت أصلا ما شى في الطريق الغلط أنت واحد وقع منه القرش في الشرع النور فراح بدول عليه في الشرع الضلمة أو العكس فإيه اللي حاصل دي مش طريق تحل المشكلات زوجك بيكلم واحدة تانية نعمل إيه نقعد مع بعض ونعرف نعرف وبيعمل كده ليه هل معنى كده أن اللي عمله ده عمل صالح لا عمل فاسد ويحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى بس أنت اللي بتكلميني مش هو أنت بتقولي لي أنا زعلانة قوي 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 عشان حلفنا على المصحف وطلع الحلفان دوت ويبقى يمين غموس أنت بتعملي حاجتين واضحين هم واضحين قدامي بتفتش في التليفون الله يسامح حضرتك وبتعملي حاجة تانية إيه اللي حاصل بتروح تسيبي أصل مشكلة وتمسيكي في الفرع إنه هو بيكلم واحدة ست أصل مشكلة إن علاقتكم مع بعض غير علاقة محتاجة تعود إلى الاتزان تعود إلى التوافق فحضرتك محتاجة أول حاجة تعود مع جوزك تعرفي هو بيعمل كده ليه مش إنك إنتي تقولي له أنت كذا 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 ففي الأخي خلص حلف لك حلف كذب والدليل على زيك إنه هو بيتكرر مرة تانية فأنت بتقولي لي أعمل إيه أول حاجة أنا مش هقدر أقولك إن الطلاق ويع أو ما وقعش عشان هو اللي لازم يتكلمنا عشان أنا نتحقق منه فمسألة إن الطلاق ويع أو ما وقعش مش هقدر أجاوك فيه لازم هو يتواصل معنا عشان نقدر أجاوه بعده الأمر الثاني أنت تعملي إيه تعوضي معاه تقولي له أنت طبعا عايزة تصلح الحال تقولي له أنا عايزة أعرف فهو فيه إيه لو اسمح تكلمني كصديقة أنا يا سيدي صديقك تكلمني إيه الحكاية إيه المسألة عشان أن يقدر نعمل الكلام ده أنا عارف إن الأمر داتك ممكن يكون صعب عليك بس واضح إن أنت حضرتك بتعملي حاجة وبتتكرر وهتتكرر لو إن إحنا معرفناش السبب هو عايزة يقولك إيه مواطن الأشياء أو إيه الأسباب اللي بتخليه بتدعوه إلى هذا الأمر فنبتدي بقى نتكلم في هذه الأسباب غير كده إحنا مش هتحلم موضوع ده ليه طيب؟ لأنه هو أنا آسف يعني هو نفسه الأموار بالسوق استمع إليها واتبع هوا ومشي ورا هوا اللي ضلوا وخلاها يرتكب الحماقة ويرتكب المعصية بتحت دعوة إيه؟ إنه عنده نقص نقص زواجي زي بالضبط الواحد اللي عنده نقص غذائي فهو اعتبر إن كلامه مع الست دي مكمل غذائي مكمل زواجي فطبعا إحنا لازم نقضي على المسألة دي فنصحت لحضرتك مسألة بسيطة هنوعد ونتكلم بوضوحه بصراحة عشان نقدر نتجاوز ده وده كلام الكل محدش يخلي المسألة إنه هو واحد تكلم واحدة يبقى خلاص لا إما الطلاق لا إما أرضه لا ما فيش كده في حلول تانية خارس كتير عندنا طب وإذا ما عرفتش تتفاهموا تيجوا على مركز الإرشاد الزواجي ونتكلم يبقى فيه حلول كتيرة ولزيك إحنا عندنا قاعدة في الإرشاد الزواجي الله خلق المشكلات لتحل بأكثر من طريقة بس نعم الستة موريان تتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بحب حضرتك وكلك العلماء جدا جدا وربنا يا رب يوسع ذكرتك كمان وكمان يا رب وربنا يوسع عليك ويجعلك إن شاء الله في خير وصحة وأهنى يا رب يا رب عندي سؤال ممكن غصبا عنا هطول عليك بس محيارة لا نفس أسأل والله يبركنا لا ممكن تختصري شوية اختصري كتير حاضر هحاول بإذن الله أنا أبيها توفى وسبنا ستة صغيرين والحمد لله ربنا يتامى أم الله يبرك لها ربطنا ستة يتامى طيب ماشي تمام والحمد لله أنا أخي أصغر مننا كبيرة أخي أصغر من ربنا وأمنا هو درقلك وكنا معا أنه كانت سببنا صغيرين بس ما كبير بس جاء علينا شوية في التربية وكانت أم هي السبب يعني كان قاسي مفيش حنية الأق مفيش حنية الأب ماشي فاتحرمنا من الحنية دي طيب كان قاسي وجيت تجوز وتطلقت وبرضو كان قاسي عليها في مدة طلق وفي مدة برضو ما جيت تجوز الحمد لله ربنا عوض عليها تمام وتجوز تاني والحمد لله ربنا عوض عليها فين سؤالك بقى يا أموريان سؤالي دلوقتي أنا اكتشفت أن أمي أن هي ربتنا ستة الله يبرك له وضعها الصحة أن هي دلوقتي يعني إيه بتأخذ إحنا ثلاث بنات بتأخذ مثلا ممكن تقول كلمة على الأخت فأنا غصبا عنها أقول لا ده غلطان إزاي تقول كده بتأخذ منك بتأخذ الكلام من أخت وتأخذ الكلام منك توضل أختك والعكس صحيح بتأخذ الكلام من أختك توصلوا ليك تمام ومتقاولنا كلام مش قلنا طيب فين السؤال بقى فين السؤال السؤال هنا أنا زعلانة منها بس غضبنا عني برضو بس تصل بيها وبكلمها طيب أنا أقول لك أنا أعمل إيه أنا أعمل إيه أقول لك يا موريان تعمل إيه بس يا بس يا موريان والد إيتك مهما عملت الصفة اللي فيها دي حتى لو هي صفة قبيحة وصفة وحشة وممكن توصل إلى الكبيرة هي أمك تعملي إيه تستمري تعملي ثلاث حاجات تستمر في التواصل معها تدعي لها والحاجة الثالثة كمان تحاولي ما تسمع لهاش وما تهتميش بالكلام اللي هي بتقوله هي هتحاول تبتعد إن هي تقولك الكلام ده لإن هي مش هتشوف منك استعداد لده يا سادة بعد الفاصل ننتظر أسئلتكم المباركة عشان نجاوبها ونبقى في مجلس العلم منورين مباركين بمدد الله ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا حلقتنا اللي هي هتكون جوز إن شاء الله من سلسلة حلقات بنتكلم فيها إزاي نحفظ ونحمي أولادنا من مسائل توحش وسائل التواصل الاجتماعي واللي احنا في الحقيقة ما بننكرش إن فيه فائدة وفيه نفع كتير جدا جدا إن الناس بتستثمروا بس لما نشوف الشكوى بهذه الطريقة لكوننا لابد إن احنا نقف نقف وقفة جدة وعشان كده قلنا شوية إجراءات بنذكر فيها بنذكر بيها دلوقتي إن احنا محتاجين يكون عندنا عادات أسرية خاصة ولا بأس إن تكون العادات الأسرية دي مختلفة من بيت لبيت نحافظ بيها على حضرنا ووجودنا مع بعض ففيه بيت يعودوا مع بعض يقرؤوا قرآن بيت يصلوا مع بعض صلاة صلاة من الصلاة الخامسة يتجمعوا على وجبة من الوجبات مع بعض بس بشرط إن تليفوناتنا تكون في مكان بعيد مع الوقت الناس مع الوقت البيت كله هيحس إنه هو يحيا الإنسان ومن العادات كمان ممكن كمان نعمل حاجة كمان الإجراء التاني إنه يبقى من العادات اللي محتاجين نتعود عليها إحنا وأولادنا كمان لما يكون حد من حبيبنا محتاج للدعم نتواجد معه تواجد حقيقي فيزيكا يعني وما نكتفيش بإن إحنا نبعث رسائل على السوشيال ميديا تالت إجراء كلمنا فيه وقلنا إن ده هات إجراء مهم جدا إن إحنا محتاجين نرجع تاني للزيارات العائلية ونحاول ما نكونش دايما مشغولين بالتليفون لما تكون الزيارات دي ونبقى نتعامل مع التليفون على قد ما نحتاجه وصلنا تخيل وصلنا على طول مباشرة وصلنا سؤال على على حساب على صفحة بنامج من حساب أم حياتي بيقول لي طب ونعمل نعمل ليه في الخيالة الإلكترونية وخاصة إن جوزها شايف إن الكلام مع الستات والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ده شيء عادي ده شيء ما فيهوش مشكلة الحقيقة إن سهولة التواصل خلت الناس أقول لكم حاجة تستصغر المعصية تاني إن سهولة التواصل خلت الناس تستصغر المعصية يعني هو بتكلم وبيحب وبيعمل الكلام ده يا سيدي فيه معيار بسيط قوي الإثم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع علي الناس تحب إيه رأيك اللي أنت بتعمله ده في الدرة إيه رأيك نعرضه عن الناس كلها يقول ليه كده الفضايح إذا أنت بتعمل حاجة تتفضح بيها حاجة من العورات حاجة من الإثم حاجة من الحرام فاتق الله لا دي مش حاجة عادية يا سيدي طب أهلها أهل اللي أنت بتتواصل معها أو أهلك أو ناسك أو الناس اللي حواليك اللي أنت بتظهر بالمظهر ده لو أني ده عرض عليها هيبقى شيء كويس يا أخوة أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى طب إزاي بقى تتعامل أنت مع الخيانة الإلكترونية لازم تفهمي أن دوت مش شيء عادي ده حرام حرام ليه لأن بالمسألة أن العيشة كلنا فيمساكم بمعروف لازم ده مش معروف ده مش معروف ده مش معروف خالص لا أخلاق ولا القيم تسمح به تسمح بأن الناس يتكلموا كلام مع نساء متزوجات أو النساء أو هم متزوجوا وما بيرعيش خطر زوجته كل الكلام ده حرام كل الكلام ده حرام عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا الإثم وعشان كده نتقل الله سبحانه وتعالى فيه نعم أستاذ أمل تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أمل أستاذ أحضر ذلك يا شيخ نعمل فضل ونعمل الحمد لله ربنا دارك فيك معلش أنا هتقل حضرتك سؤالين تفضلي أول سؤال بخصوص الزوج أنا زوجي أنا متزوجة بقلي 30 سنة معي أربع أولاد ربنا قرمني والحمد لله أولادي كلهم جامعات ومنهم دكتورة صيدلانية زوجي تزوج من حوالي 23 سنة وأنا خدت بنته لأنه ما مات جدتها وخليتها رفض لأنه نخليهم معاها أنا خدتها وربتها وبقيت بنتي رقم 5 وهي دلوقت في تانية جامعة والله بحبها زي هذا أولادي والحياة ماشي عادي بس مشكلتي مع زوجي أنه مش له علاقات متعددة لا ده تقريباً بعد عدت شعره رسي هو ما بيقابلش حد لكن من خلال الموبايل خلال الفيت وخلال الوضع ممكن يقولي البنت خذي تبوطيلي حاجة على التليفون البنت تشوف صور ما ينقعش اللي هتشوفها بالوقت والذي واصلين معاهم مرحلة نفسية أنا مش قادرة ونرح حضرتك وقفيني بعض طيب أنا عايزة أسألك سؤال عايزة أسألك سؤال يا أستاذ يعني أستاذ أمل يعني خلينا أسألك سؤال هل دوت جديد عليه ولداته لحياته لا والله ده بقى الطبيعي بتاعه لا 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 أنت بحقيق بتقولي ده بقى الطبيعي بتاعه لكن هو طول حياته كده لا هو بقى كده من حوالي عشر سنين آه من عشر سنين أظن إحنا بنتكلم دلوقتي على أنه مثلا هو دلوقتي ستة وخمسين سنة أو ستين سنة مثلا على كام تسعة وخمسين تسعة وخمسين سنة فإحنا دلوقتي بنتكلم من عشر سنين فإحنا دلوقتي بنتكلم وهو ما كان في الوقت دوت مازال في حاجة بيسموها أزمة منتصف العمر هو حاسس لسه بأنه هو لسه في حياة ويستطيع أنه يكون محل إعجاب أنا عملت كل شيء الزوجة ممكن تعمله حبثت بتقولي تكلمين معاك تكلمت شفت إيه المواقف اللي فيها عملت شهادة إخواته لأنه هو بيتجهر بالمعصير طيب يقوله أنا بكلم لما معرفش مين طيب شهادة إخواته أنا ما كنتش حاجة ما عملتها بنت بس أنت أنت حضرتك دلوقتي قلتلي حاجة مهمة جدا أنه هو كمان ممكن البنت وهي بتتعامل مع التلفون تشوف حاجات مش لطيفة فأنت عايزاني أقولك تتعاملي معاه إزاي عايزة أعرف أتعامل معاه إزاي وإن اللي أقدر أعمله مع أولادي أولادي يتعامله مع أبوه إزاي أولادي وقفين دلوقتي المرحلة ده كلام ده كلام مهم كلام امرأة حكيمة أنا أكلم أكلم حضرتك على طول بالوقتي أستاذ هامل أول حاجة اللي إحنا عندنا ده أنا لليه كنت بأسأل هل ده موجود طول الوقت ولا هو بس بقى في العشرة السنين في الوقت الأخير لأنه لو في الوقت الأخير ده بنشوف عامل تسبب في ده ففي عامل مشهور قوي إن الشخص وصل لحاجة بيسموها أزمة منتصف العمر وأزمة منتصف العمر بيحصل بيحصل في الرجال الحكاية دي كتير آه وبيحصل مظاهر تانية مع الستات لكن بيحصل مع الرجالة كده آه إنه هو حسبة إنه هو خايف إنه هو لأن فيه ناس مرتبط عندهم الرجولة بتعلق النساء بيهم أو بإنه هو يكون عنده قدرة على العلاقات الخاصة فبعض الرجالة فبيحاولوا يثبتوا نفسهم إنه الزمان ما راحش وإنه هم ما بقى وصلوش لآخر العمر فبيعملوا علاقات كتيرة جدا جدا في الفترة دي طيب لو كان بقى من قبل كده طول حياته كده كنا نقول إنه احنا محتاجين طبيب نفسي ليه طيب نحتاجين طبيب نفسي لإنه احتمال كبير يكون هو مضمن لللزة فإدمان اللزة وإنه يعمل العلاقات متعددة في وقت واحد ده ده قد يكون محتاج مش معنى كده إنه دلوقتي ممكن ما يكونش محتاج لده طيب بتسأليني إيه اللي بيحصل لو إن المسألة باقت مبالغ فيها قوي لدرجة إن هي أفسادت حياته وبقى في نوع من أنواع في نوع من أنواع أنت قلت مجاهرة بالمعصية لو إنه هو المسألة زادت قوي وبقى بيعمل الكلام ده أصد أولاده وبيعمل الكلام ده بشكل ضخم ولا أهم وأي حد احنا محتاجين تدخل نفسي محتاجين دعم نفسي بلا شك لو كان هو بيعمل الكلام ده ولسه بياخد ودي مع أولاده وإنته لازم تحترموني وأنا بيعمليش عقا يبقى كده إحنا عندنا مشكلة إيه المشكلة؟ إن هو محتاج يغير شويةين تلاتة في حياته وإن هو عنده حاجة عنده بتخليه حس إن هو فاقد اللزة وفاقد المتعة وفاقد السعادة ده مش تبرير ولكن تدفسير لإن حضايك قلتين أنا عملت كل حاجة بس ما عملتش حاجة مهمة جدا 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 إيه هي؟ إن أنت تحاول بقدر الإمكان تخلي الأولاد حتى وإن هم ما شافوا أبوهم بهذه الطريقة يحاولوا بقدر الإمكان إن أنتوا تعملوا تحالف كلكم عشان تخلوه يخرج من اللي هو فيه ده الأولاد يكلموه على إن هو صورته قدامهم صورة كبيرة جدا 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 ومش هتتغير بس إحنا كمان بنحبك تكون قريب من ربنا إحنا بنحبك كلنا فإحنا عايزينك ما تبقاش كده عايزينك تبق معنا ونزود الوقت اللي إحنا بنتواجد فيه مع بعض ونغير برنامج حياتنا كل الإجراءات اللي أنا قلت لحضراتكم عليها دي دلوقتي ممكن تساعدوا على إن هو يراجع نفسه ويفهم إن اللذات اللحظية اللي هو بيحصل عليها دي مش هتساوي نظرة في عين أولاده وأنا بقول له على فكرة بقول للكل أنتو في الآخر خالص اللي بتحصلون من علاقات دي استنزاف لإنسانيتكم استنزاف لأخلاقكم واستنزاف لكرامتكم واستنزاف بعض الأحيان والابتزاز الابتزاز لكم اللي بيخليكم في أدنى مواطن الإنسانية فلذلك خلونا ببساطة خالص نرجع مرة تانية نحاوط بعضنا ونقرب من بعضنا مش ننفروا منه هو لو حصل إن الأولاد وقفوا أسط بعض كده هو هيوصل لمرحلة الاستبياع وبعد ما كان بيعمل الكلام ده في السر هيقول لأولاد إن هو بيعمل كده والأسر دي هتتفك وعشان كده إيه اللي هيحصل محتاجين إن إحنا نقعد مع بعض ونتكلم كلام طويل مرة واثنين وعشرة وعشرين ونتكلم ونقول إحنا ما عندناش مشكلة إن يكون إحنا غلطنا بس تعالى نشوف إحنا ممكن إن الغلط ده ما يتكررش إزاي ونعمل تحالف ما بينك وبين أولادك إن هم يقولوله إحنا بنحبك وإحنا عايزينك تبقى أحسن هذا التعبير وهذا المعنى ليه أثر كبير جدا جدا في حياته نعم أستاذة نادية السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذة نادية أيوة يا دكتور زي حضرتك الله يبرك في حضرتك يا رب أحنا بنحبك والله يا خالق ربنا يا حفظ حضرتك ونسمع فتويك واتصل ببنات علشان يسمعوا يرشادتهم ذويه وطلبية الأولاد بس ليس بسرعة عند حضرتك تفضلي فتفضلي اللهم صلى لحضرت النبي ست في دولة عربية نعم فابنها عامل حدثة متعبان طي فاللهما صلى على النبي ابنها تعبان يعنوا في الأناي طي بنت بعطيت لي أليس ببحونها إيه دبيها يعني على قبل صغيرة كده طي خروف طي حيندبح طي فانا لو سمحت لو أنا أخدت حاجة من الأحساب حرام عليك آه أنت بتقولي لو أخدنا حاجة زي مثلا المنجار الحياة دي كلها لو أخدتها منه ويبقى أنا حرام عليك هو السؤال هو السؤال هي قالت إن ده يتوزع لله آه يتوزع لله طيب إيه هو السؤال إحنا عندنا كان مسألة موجودة في أصول الفقه قال المخاطب يدخل في عموم الخطاب يعني لو واحد قال له اد الفقر من ده هو بدل قال له تتوزع لله فتتوزع للفقر فإذا كان إحنا حنة الحمد لله على مستورة يعني آه يجوز إن إحنا نأخذ من ده لكن لو كان إحنا لا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى موسع علينا وموسع علينا من وإذا يقولوا من واسعة وما عندناش حاجة لده لا الأولى إنه يروح للفقراء لأن ده النذر أو لأنه ممكن يكون ده نذر عمله النذر هو عمل الكلام ده على سبيل النذر يبقى خلاص بيخرج لفقراء المسلمين فإحنا لو كنا فقراء ناخد منه آه نأخذ منه وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبقى إنا تقبل أستاذ أحمد يتفضل سلام عليكم عليكم سلام عليكم تفضل أستاذ أستاذ أحمد إزاك يا دكتور أستاذ أستاذ أحمد نعم وفضل الحمد لله والله أنا عاوز أسأل ساعتك سؤال كده وأنا أجاوب عليك كده برضو تفضل أنا راجل بصلي طيب وكل ما أجا صلي بص ألاقي دماغي زي اللي يكون خنائة بيها الوسواس بقى الوسواس بقى حاجة أحمد يعني أنا أقول سعادتك أول بقى تتكر حاجات من يوم من أقولك من وانا صغير بقى لقى الحاجات دي وكلها طلع طيب وأنا مش عارف أعمل يا صراحة كده وأنا بصلي وأنا راكع وأنا ساجد وأنا كده وبعد ما خلص صلاة كل الحاجات اللي أنا أستكرتها دي بتروس طيب أقول لك أسأل أسأل حاجاتك سؤال هل في أي هل أي في وسواس مسلا في الوضوء ألف يوسوا ألف يوسواس في أي حية لا أنا بطوبة عادي الطبيعي عادي هم وكل التوال 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 بتاعتي كل في الصلاة وأنا صاجد وأنا وأنا رائد وألمهم وأنا بصلي وخلاص بصي حاجة بصي حاجة اعمل تلات حاجات تلات حاجات ما نقوم شراب أول حاجة لما تدخل تصلي أنت وبتصلي مع كل آية خد نفس يعني إيه اللي حاصل قول بسم الله الرحمن الرحيم وخد نفس الحمد لله رب العالمين وخد نفس يعني اقرأ بالراحة ما تقرأش بسرعة يبقى يقرأ وخليك مع القرآن يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا يبقى أنت لازم تعمل كده هذا بدي أول حاجة الحاجة التانية أن حاول بقدر إلى يمكان أن انت يبقى ليك عادات في الصلاة يعني من عاداتك ومن الصنع اللي انت بتعملها في الصلاة أن انت مثلا تدعي لأبوك أو أمك مثلا في السجود فيبقى أنت وراح السجود انت عندك حاجة ناوي عليها يبقى أول حاجة تقرأ بإيه بتوقت الحاجة التالتة الحاجة التانية اللي تعملها تختار عادات صالحة زي الدعاء لأولادك الدعاء لزوجتك الدعاء لأمك الدعاء لأبيك دعي يخلي الصلاة مش فارغة لأن بعض الناس بدخلوا الصلاة وهم بيعملوا بس حركات لكن لما تدخل الصلاة والصلاة مربوطة بحبك لحد من الناس دي هتلاقي فيه تركيز حاجة الثالثة والمهمة أن أنت في كل راكعة وفي كل حركة من الحركات صلي بهدوء بتؤدة يعني صلي بالراح ما تصليش بسرعة لأن الصلاة بسرعة بتخليك تسيب جسمك وتترك إرادتك وتترك إقبالك على الله سبحانه وتعالى ولما تقرأ القرآن اقرأ الصورة اللي أنت بتحبها يعني إحفظ الصورة بتحبها أو صور بتحبها ويقرأ بها في الصلاة كل ده هيخلي هيخليك مع الصلاة أفضل وأحسن تدك أربع حاجات لو عملتها إن شاء الله نخرج من اللي احنا فيه ده أستاذا أستاذا مريم تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما سمعت أنا عندي السبارة عن الأب عن إيه عن الأب تانيك قبلت الخماني لا ما سامع عن الإيه عن الوالد الوالد الأب أنا ما كنتش أخذ بالي تفضل عن الأب مالي تفضلي لما سمعت أنا عندي تقريبا نفس المشكلة التي تستيبع من قبل يتسلمت فيها ووالدتي عملت كل حاجة بالفعل ويه بس فكرة زيادة إن أنا بتاعت نفسيا ويه اتعرفت على دكتور نفسي بتصوى بتصرفات بابا ويه الدكتور أني لازم تواجهي لازم تواجهي لازم تواجهي بابا وجاب بابا وقعادنا قدامي تم رده إن هنا بابا الستة اللي هو بتلمها دي ستة خويفة جدا الدكتور قال له انت بتسجعها عرقية بتبرر لها مت بس كده مش بس إن أنا بقيت مقرية ومريضة نفسين بترب بضايا الستة اللي بيخون مامتي معاها صاحبت ماما ماما اللي بناقيت طيب هتشوف أنا هعمل إيه قال لها لو اتكلمت هتعرق بتبنيك فهو دلوقتي نهدد ماما بأخويا وأنا مريضة نفسيا وقعادنا كلنا عملتنا تحالف بتتكلمنا معايا وهو منصمم على اللي هو عايزه بيقول لنا ملكوش دعوة أنا حزة أعمل اللي أنا عايز طيب هو الستة دي هي متجوزة يعني فهو خايف إن مامتك تقول لجزة ولا تقول لأهلها ولا إيه الست متجوزة وقع بينا أراضة اللي هي في نفس الوقت صاحبت ماما آه فهو بيقول لمامتك لو أن تتكلمتي أنا عامل كذا وكذا في ابنك اللي هو ابنه لا قال لها أهلها هم 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 يقطعوا رقبت ابنك آه يعني هو بيهددها إن أهلها لو عرفوا هيقطعوا رقبت ابنك لا هو هيقطعوا رقبت هو لا إحنا عفوز كارية فهما بينطقلوا من الحد اللي يوجع ولا حاجة ده كذب معلش أنا آسف يعني ما بيعملوش كده يعني معلش أقولك حاجة بس خلينا بس نتكلم بس ببساطة إنت دلوقتي مشكلتنا دلوقتي إزاي عتتعاملي مع الأب اللي راح قدام الدكتور النفسي وأقر بي اللي إنتي شفتيه وبعد كده لما رجع للبيت هو عند الدكتور قالع يحل ويتغير ولا لأ قالع يحل ويتغير بس ما تغيرش للموضوع ذات الموضوع أنا حد أنت ممكن تكون بتسأليني دلوقتي يا مرم أنا أعمل إيه في نفسي وممكن تكون بتسأليني أنا أعمل إيه مع أبوي أنت بتسأليني عن أني واحدة في الاتنين عن الاتنين وعايز أقوله حديثك أن البلسة مش ديني مشكلة ذاقصية في حياتنا إحنا فيه تطريقة بين الأولاد كلهم بيني وبين إخواتي لجردة أن أنا وإخواتي خلاص مش قادرين نتعامل مع بعض السبب الزلم اللي بيقع علينا وكلنا طيب أنتو سيبيني طبق أكلمك أكلمك في المسألتين يا ماريا أول حاجة بس يا ماريا عشو بس نكون واضحين اللي حصل دا مش هيغير حاجة من أنك أنت عايشة وقدرة تتكلمي معايا وقدرة تخلي حياتك أفضل مهما حصل حتى لو أنك أنت تيقنتي أن والدك خان والدتك أو والدك بيكلم واحدة ست أو أنه عشقان واحدة على أمك دا مش هيغير حاجة أن أنت الله سبحانه وتعالى خلقك وبرزقك مش هيغير حاجة ومش هيبقى دا نهاية العالم مش هيبقى دا نهاية العالم ليه لأن في الحقيقة حتى لو أنك أنت عندك نظرة معينة لولدك والنظرة دي مخليك يحسب أنك أنت ما عندك السند بس أنت عندك ربنا فحياتك دي أمانة وديعة عندك لازم تحافظ عليها فتعالي انتفق على كده أن اللي عمل والدك دا مش نهاية العالم واللي عمل والدك دا في الحقيقة يعود المفروض يعود ضرر الأكبر عليه هو عند الوقوف أمام الله فمن ناحية السلوك دا لا يصلح أن أنت تكفئي على سلوك غلط بأن أنت تستمري بهذا الأسى وبهذا الحزن طب تعملي إيه عشان تتخلصي من الأسى والحزن اللي عندك هتقولي هو عسى الله وغلب عليه نفسه لكن دا برضو مش نهاية العالم معه هو لأنه ممكن بكرة ولا بعد وربنا سبحانه تعالى يسر له الهداية فيتغير فرأي أنت لو بتكلم عن نفسك لازم تغير نمط حياتك وتبتدي تدخلي في حياتك حاجات بتحبيها وتقليلي تعرضك لهذه المسألة يعني تقليلي تعرضك لهذه المسألة لابد أنت تضيفي جزء يتعلق بحياتك الشخصية هتقولي لي مش قادرة لازم تقدر يا ماري لازم تحاول لازم تبتدي شيئا فشيئا ليس معنا أن أنت اتأذيتي أنا أسألك سؤال هل لو واحد تتجرح أو تقطعت إيديه أو حتى عاش بتروما أنت ما مرتش باللي مرة بين ناس سعة الحروب أنا مش بقلل من اللي أنت حصلك يا بنتي لكن إحنا لما بنيجي في العلاج بنقول للناس الكلام ده لأنه هو ده الحقيقة ده حقيقة على فكرة أنا مش بقول للكلام كلام خيالي عشان أحللك المشكلة دي الحقيقة اللي حصل ده يقع كل أثاره السيئة على والدك فما تتخليش نفسك في أثاره السيئة ده ابتدي أعملي حياة جديدة ليكي والحياة الجديدة ليكي دي مليانة بالتفاصيل أمر التاني والمهم اسمحي اللي أنا آسف حتى والدك لو أعمل كده هو كان سبب في وجودك فعشان كده عنكمل في جزء الحل في كل ركع من ركعات صلاتك في كل سجدة من سجدات صلاتك ادعيده وما تتوقفيش عن القراءة والتعلم إزاي الشخص ده ممكن يتغير هو مش معايا أنا مش عارف هو عامل كده ليه لو كان معايا أنا كنت ممكن أقول لك كلام ممكن يساعدك في أن أنت تحل مشكلته لكن أنت اعملي زي ما قلتلك ده يبقى عليك أن أنت تغير بالنمك حياتك تدعيله وتستمري في محاولة تغييره الثلاث حاجات دولة هو اللي يحسسك أن أنت أكبر من أزمتك وأكبر من مشكلتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكتب لك المدد والسعي لأن الله سبحانه وتعالى من أراد أن يصلح الناس الله سبحانه وتعالى يكونوا مدده ويكونوا سنده يا سيدة هنتكلمنا النهاردة في حلقتنا على وحش جديد بنحاول نتعامل معاه نحاول نتعامل معاه ونشوف الجانب المنير فيه ونتجانب توحشه وهو ذلك الحدث الضخم الذي ملأ حياتنا وهو توحش وسائل التواصل الاجتماعي احنا قلنا لكم مجموعة من الإجراءات عايزين نرجع تاني نقرب من بعض وده ممكن ممكن حتى لو بنسب احنا ما قلناش ان احنا تعالوا نهجر ونسيه بالسوشيال ميدي بس مش ممكن كلنا نبقى افتراضيين لان احنا مازلنا بنعيش مع بعض كل ما نعيش افتراضيين كل ما الحياة الحيائية هتفقد معناه ارجوكم اخرجوا من العالم الافتراضي عشان ما نموتش ونحنا احياء يا رب نسألك الحياة ونسألك ان نتنعم بمددك لنا ونسألك ان نذوق حلاوة الحياة في كل تفاصيل حياتنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارحمنا فإنا دخلنا حسنك يا رب العالمين